مصادر في المعارضة تعلن سيطرة الفصائل السورية المقاتلة المدعومة من تركيا على مدينة جراموس القوة العراقية تنتزع سيطرة على مواقع جديدة في ناحية القيارة من يد تنظيم الدولة وفي إيطاليا عشرة القتلى ودمار كبير جراء زلزال ضرب بلدات وقرى وسط البلاد مرحبا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها من سوريا فقد أفادت مصادر في المعارضة السورية بأن الفصائل السورية المقاتلة المدعومة من تركيا فرضت سيطرتها على مدينة جرابلس الحدودية شمال سوريا بعد ساعات على بدء أنقرة عملية برية لترضي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية منها وقال أحمد عثمان القيادي في فرقة السلطان مراد في تصريحات صحفية إن جرابلس باتت محررة بالكامل على حد تعبيره في حين أشار مصدر في المكتب الأعلامي لحركة نوردين زينكي إلى انسحاب عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية إلى مدينة الباب التي باتت معقلهم الأخير في محافظة حلب وعدت تركيا بعملية سريعة وذلك ما كان ألف وخمسمائة مقاتل من فصائل المعارضة المسلحة يدخلون مدينة جرابلس الحدودية مدعومين بقصف جوي ومدفعي مركز من الجيش التركي مهاجمة ما يسمى بالدولة الإسلامية في قلب جرابلس في العملية التي انطلقت قبيل الفجر وسمتها هيئة الأركان التركية بدرع الفرات لم تستغرق نهارا حيث عبرت عشر دبابات تركية بالإضافة إلى كاسحات ألغام ومدرعات الحدود باتجاه المدينة ودمرت عشرات من مواقع تحصن التنظيم المتطرف القوات الخاصة التركية سبقت الأليات بالتسلل إلى المدينة فيما خاضت فصائل المعارضة اشتباكات عنيفة مع مسلحي التنظيم قتل خلالها ستة وأربعون عنصرا من مقاتلي ما يسمى بالدولة الإسلامية لكن درع الفرات لم تستهدف إخراج التنظيم المتطرف من جرابلس فحسب بل كذلك منع استيلاء ما يعرف باسم قوات سوريا الديمقراطية على المدينة والتي تشكل قوات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري الأكثر من ذلك أن تركيا استهدفت مواقع لتلك القوات واعتبرتها طرفا إرهابيا مثلها مثل حزب العمال الكردستاني وما يسمى بالدولة الإسلامية حزب الاتحاد الديمقراطي ندد بعملية درع الفرات وقال إن القوات التركية ستغرقوا في المستنقع السوري واعتبر العملية هجوما على الإدارة الذاتية التي أقامها الأكراد في شمال سوريا وكذلك كان موقف النظام السوري الذي ندد بدخول القوات التركية لجرابلس واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي وسيادة سوريا فيما كان موقف الاتلاف السوري المعارض مؤيدا للعملية وكذلك كان موقف الولايات المتحدة التي ساهمت بالفعل في تقديم الدعم الاستشاري واللوجستي وأعربت عن استعدادها للتقديم غطاء جوي إذا لزم وللحديث عن تطورات الأخيرة في جرابلس ينظم إلينا من إسطنبول العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك سيد حمادة تنظيم الدولة وما يسمى بتنظيم الدولة انهارة في جرابلس في غضون ساعات هل الدعم الجوي التركي هو الذي أحدث الفارق أم أن قدرات التنظيم باتت محدودة أم أن هناك أسباب أخرى برأيك السلام عليكم تحياتي إلى كل السادة المشاهدين طبعا هذا الانهيار السريع لقوات تنظيم الدولة داعش ما يسمى بداعش في مدينة جرابلس والذي لم يصمد أكثر من عشر ساعات ما هو إلا نتيجة التخطيط الكبير والضربات النارية القوية التي تم ضربها من قبل قوات المدفعية والذبابات التركية بالإضافة إلى الطيران الذي استهدف أكثر من 298 غارة جوية وهدف الضربة جوية على 98 هدف في تنظيم داعش مما شل قدرة هذا التنظيم على المقاومة فضرب مقرات السيطرة والتحكم وطرق الإمداد والقواعد العسكرية لهذا التنظيم عدى أن هذا التنظيم قد بدأ يستنزف قواه خاصة بعد معارك منبج وحصار هذا التنظيم في منطقة جرابلس حاليا كون هذا التنظيم لم يبقى له من منطقة الحدود غير هذه المنطقة على علم أن الكثير من قيادات هذا التنظيم قد تركوا هذه المدينة من قبل لماذا برأيك تقرر تركيا تدخل عسكريا على الأرض الآن في سوريا في حين بحجة مكافحة للقضاء على تنظيم داعش في حين أن خطر هذا التنظيم كان معلوما منذ البداية في سوريا وفي العراق أيضا طبعا حاولت تركيا القيام بعد التحالفات التحالف الإسلامي أو التحالف الدولي لكن باءت هذه التحالفات بالفشل ومنذ سنة أو أكثر من سنة حاولت تركيا إقامة منطقة آمنة تقع من غرب الفرات تشمل مدينة جرابلس وحتى ما إعزاز على طول الحدود وبعمق 30 إلى 35 كيلومتر لكن لم توجد تلك الاستجابات الدولية لهذا المشروع وبالأخير تركيا أصبحت هدفا لنيران هذا التنظيم فقد قصفت كيلس في أكثر من مرة وقصفت قرقميش وقصفت القرى المجاورة عادة عن الهجمات الانتحارية التي نفزتها تنظيم داعش في تلك المنطقة هذا من جهة أما الجهة الأخرى فهو تقدم قوات سوريا الديمقراطية من منبج باتجاه الشمال محاولة إقامة كانتون انفصالي في هذا المنطقة شكرا لك العقيد أحمد حمادة الخبير العسكري والاستراتيجي نعتذر على المقاطعة لذيق الوقت شكرا جزيلا لك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقدم وثائق جديدة تثبت تورط فتحالا جولن بالمحاولة الانقلابية التي وقعت في تركيا منتصف الشهر الماضي وخلال مؤتمر صحفي مع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة أنقرة طالب أردوغان واشنطن بإيقاف جولن والعمل باتفاقية تسليم المطلوبين من أجل عرضه على القضاء بأسرع وقت ممكن من جهته قال بايدن أن تسليم جولن أمر منوت بالقضاء الأمريكي وليس من صلاحية الرئيس باراك أوباما كما نفى نائب الرئيس الأمريكي علم بلاده المسبق بالمحاولة الانقلابية الجبانة حسب تعبيره والتي تتهم أنقرة فتحالا جولن المقيم في أمريكا بالوقوف خلفها إلى العراق حيث وفد مراصلنا أن القوات الحكومية تمكنت من تطويق مدينة القيارة بمحافظة لينوى من جهاتها الأربع وعزلها عن محيطها في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في المدينة وأضف مراصلنا بأن القوات العراقية تتقدم ببطء خوف من أحداث خسائر في صفوف المدنيين يأتي هذا وسط أنباء عن مقتل أبو الفتوح الشيشاني وهو أحد قيدي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية وهروب قيادات إلى مناطق أخرى طارق ماهر والتفاصيل خلال أقل من 48 ساعة تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب واللواء المدرع من الفرقة التاسعة من تطويق ناحية القيارة من أربعة محاور وعزلت المدينة المجاورة لمطار القيارة بالكامل عن محيطها الخارجي استطاعت قوات العراقية المشتركة استخدام العزل والتطويق لهذه المدينة منذ أيام لربما تضغط على تنظيم داعش واليوم لدينا خبر ببقتل أبو الفتوح الشيشاني أحد قادة لتنظيم داعش ومن ثم هروب بعض القيادات من الخط الأول إلى مناطق أخرى القوات العراقية سيطرت على أكثر من نصف مساحة القيارة لكنها تتقدم ببطء خشية إيقاع خسائر بين المدنيين الذين تقدروا أعدادهم بنحو ثمانين ألف نسمة اليوم مناشدات كثيرة من قبل أهن في قضاء الشرقات سواء المحاصرين أو الذين نزحوا من قضاء الشرقات والذين يعانون الأمرين الذين سكنوا الهياكل والمدارس والجوامع بعدم وجود خطة إنسانية تستوعب هذه الكارثة القيارة هي أكبر ناحية في محافظة نينوى وتكتسب أهمية ستراتيجية كونها على الطريق الرئيسي الذي يربط الموصل مع الجنوب فضلا عن إنها تضم مصفا للنفط كان ينتج 16 ألف برميل من المشتقات النفطية يوميا لم تلجأ الإدارة المحلية في الموصل إلى إقامة مخيمات للنازحين أو مراكز إيواء مؤقتة لهم لأن سلاح طيران الجو العراقي ألقى منشورات على أهالي المدينة تطالبهم بملازمة منازلهم لحين انتهاء عملية استعادة القيارة عملية لن يطول أمدها إلا أياما بحسب وزارة الدفاع طارق ماهر التلفزيون العربي بغداد ولتسليط الضوء على هذه التطورات الميدانية معنا هنا في الستوديو الخبير العسكري العقيد زياد الشيخلي مرحبا بك أستاذ الشيخلي يعني بعض القيادات العسكرية أكدت أنه سيتم دحر هذا التنظيم في القيارة في غضو ساعات في حين مصادر أخرى أكدت أن الأمر سيحتاج ربما لأيام هل مراعاة وجود مدنيين داخل المدينة هو ما يعيق تقدم القوات العراقية أم أن هناك أسماب أخرى برأيك طبعا ناحية القيارة هي من الأكبر نواحي في العراق تحتوي على أكثر من 350 ألف نسمة بالإضافة إلى أنها بالنسبة لتنظيم داعش هي نقطة استراتيجية يعني عندنا سقوط هذه الناحية سوف يتم هناك كسر لتنظيم داعش اقتصاديا وعسكريا من ناحية اقتصادية تحتوي على أكبر حقلين نفطية موجودة وبهذا سوف تخسر داعش أكثر من 2 إلى 3 مليون دولار شهريا بالإضافة إلى هي محور ما بين كردستان أربيل من الشمال الشرقي وكركوك من الجنوب الشرقي وصلاح الدين من الجنوب وكذلك هي مصد أو خطصد بالنسبة للموصل ما أن يتم سقوط ناحية القيارة سوف تكون هناك ضربة قاضية لتنظيم طيب قوات البشمرقة تشارك كما تعلم في هذه المعركة هل هناك تنصيق؟ ما حجم التنصيق مع القوات العراقية؟ وهل ربما غياب التنصيق هو الذي حال دون السيطرة على المدينة كما تم التنصيق؟ ليس غياب التنصيق ولكن دائما في القطط العسكرية يكون هناك عنصر مهم ألا وهو عنصر المرونة عنصر المرونة هذا يكون في حالة هناك متغيرات ظروف تتم على الخطة من جديد سوف يتم تعديل أو تغيير الخطة بالكامل الآن مع الأسف القوات البشمرقة خاصة بعد تصريح السيد وزير الدفاع بأنه بعد عودته من المؤتمر التنصيقي في واشنطن صرح بأن البشمرقة ليس لهم دور في اختحام الموصل والمناطق المحيطة بها لكن وجدنا بأن البشمرقة قاموا بعمليات سهل نينوة دون الرجوع إلى المركز ودون حتى مشاورة عمليات نينوة يعني هذا ما معناه التطور مهم بالنسبة للخطة المرسومة بتحرير مدينة الموصل طيب خريطة تواجد مقاتلي تنظيم الدولة الآن برأيك ما هي السيناريوات المحتملة أمام التنظيم الآن على محاصرته في أكثر من مكان تقريبا ولاية دجلة المسؤولة على محافظة نينوة هي موجودة في القيارة ولذلك القيارة هي مهمة بالنسبة لهذا التنظيم وضعوا هذه القيادة هنا هناك ثلاث مناطق القيارة الشرقاط ومن ثم البعاج هذه المناطق بالنسبة للتنظيم مهمة لذلك عندما سقوط القيارة سوف يقوم التنظيم اعتياديا بانسحاب باتجاه الجزيرة والفرار من المدينة شكرا لك العقيد زياد الشيخ ليلي مجمل هذه التوضيحات أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن 120 شخصا لقوا مصرعهم وصيب أكثر من 360 آخرين نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد في وقت سابق اليوم وذلك في حصيلة جديدة غير نهائية وأحدث الزلزال الذي قدرت قوته بست درجات فاصل اثنين أحدث خسائر مادية جسيمة في عدد من القرى والبلدات وتعاني فرق والإغاثة من صعوبة الوصول إلى المتضررين بوقعه في مناطق جبلية وعرى بعد شروق الشمس بات المشهد أكثر رعبا مما كان يخشاه سكان بلدات إقليم أكومولي التي ضربها زلزال بلغت قوته 6.2 درجة فرق الدفاع المدني بمساندة المتطوعين تحاول إخراج بعض العالقين بين ركام المباني التي تهاوت جراء الزلزال فيما هرع أقارب الضحايا إلى عين المكان بحثا عن ناجين محتملين وللمساعدة في عمليات الإغاثة بعض الحيوانات الأليفة كانت أكثر حظا من أصحابها في الخروج سالمة كان مخيفا جدا وكان هناك زلزال قوي كل شيء كان يتحرك ونحن لم نتمكن من الحصول على المساعدة لم يكن هناك ضوء لم يكن هناك أحد لينقذنا لم يأتي أحد لنجدتنا في الوقت المناسب عشرة القتلى والمصابين كانت الحصيرة الأولية لضحايا الزلزال بينما اتضح أن الرقم مرشح للارتفاع مع توصل فرق الإغاثة إلى مزيد من الضحايا تحت الأنقاض ثلاث قرى كانت الأكثر تضررا جراء الهزة الأرضية التي استيقض على وقعها سكان العاصمة روما مع أنها تقع على بعد نحو 170 كيلو متر من مركز الكارثة حاولت التحرك في الظلام دون أي ضوء لم يكن هناك كهرباء أنا وزوجتي حاولنا أن نجد طريقنا في الظلام شعرت بالحطام تحت قدمي شعرت بالصخور وقطعا من الأثاث المحطم قلبت تحت قدمي وكان من الصعب جدا الخروج من المنزل ومهما بلغت قوة زلزال أكومولي وحجب الزمار الذي خلفه إلا أنه يبقى أقل ضررا بكوارث أخرى شهدتها إيطاليا في تاريخها الحديث ومن بينها زلزال لكوه إلى بوسط إيطاليا الذي أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص عام 2009 قالت مصادر طبية أن طالبا جامعيا واحدا على الأقل قتل وعصيب 14 آخرون عندما هجم مسلحون مقر الجامعة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل وكانت مصادر أملية قد أكدت أن عدة انفجارات هزت مقر الجامعة الأمريكية وسمع صوت إطلاق نار كثيف كما أعلن مسؤول حكومي أن بعض الطلاب لا يزالون عالقين داخل قاعة درس ولم تتبنى أي مجموعة مسلحة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن فيما قام عشرات الجنود بتطويق المنطقة بعد الهجوم الذي وقع عشية اليوم نشرتنا مستمرة وفيها أيضاً الأزمة اليمنية نحور لقاءات دولية ونشاط دبلوماسي في جدة توجه الحكومة اللبنانية تحدي جديد في ظل الفراغ الرئاسي والتنديد النيابي مع أعلان رئيس الطيار الوطني الحر الوزير جبران باسيلة مقاطعة وزراء تكتلية تغيير والأصلاح جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الخميس القادم احتجاجاً على الأداء الحكومي لا سيما قرار تمديد ولاية القيادات العسكرية رسالة واضحة للحكومة اللبنانية بعث بها الطيار الوطني الحر ليعلن فيها احتجاجه على مخالفتها للقانون هكذا وصف وزير الخارجية جبران باسيل أعلانهم مقاطعة جلسة الحكومة جلسة يرى فيها رئيس الطيار الوطني الحر بأنها وفي حال عقدت ستفقد شريتها في ظل غياب القوى المسيحية الأساسية لأنه إذا غيبنا غابة المساقية غاب المساق غابة الصيغة غاب الكيان أهم غاب الوطن وغاب لبنان نحن محددين شو بنا نعمل لأنه نحن بنبقى التيار الوطني الحر يلي هو تيار مناضلين نزلوا على الشارع كلمة الحرية وسيادة واستقلال لبنان واليوم بنرجع بننزل كلمة الكرامة الشعب اللبناني موقف يعمق الانقسام داخل الحكومة فمصادر رئيس الحكومة تمام سلام تؤكد نيته عقد الجلسة وتشير إلى استغرابها طرح مسألة الشرعية عن جلسة الحكومة في ظل مشاركة عشرة وزراء مسيحيين آخرين قرار يدعمه رئيس مجلس النواب نبيه بره الذي يرفض تعطيل الحكومة تحت أي عنوان جلسة يبدو أن وزراء حزب الله لن يقاطعوها بحسب أوصات الحزب رغم وضوح موقف رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد الداعي لتأجيل الجلسة إفساحاً للمجال أمام الاتصالات بين مكونات الحكومة ويرى المراقبون لأن تعطيل الحكومة بالتوازي مع الشغور الرئاسي والجمود التشريعي لن يسهم في إيجاد حلول ولكن في حال نفذ العونيون تلويحهم بالنزول إلى الشارع قد تدخل البلاد في مرحلة جديدة ميثاً قصير التلفزيون العربي بيروت التقى وزراء خارجية دول مجلسية التعاون الخليجي اليوم في جدة نظيريهم الأمريكي جون كيري والبريطاني بوريس جونسون بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لبحث الأزمة اليمنية وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن كيري سيبحث في جدة تطورات الوضع اليمني وسبل تحقيق السلام والاستقرار كما سيتم بحث الوضع في سوريا وجهود مواجهة تنظيم الدولة وسأتعقد اللجنة الربعية التي تضم الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا يوم غد في جدة اجتماعاً لبحث الأزمة اليمنية منذ أشهر تعاني بلدة حزمة شرقية القدس من إجراءات عسكرية إسرائيلية صارمة شملت إغلاق مداخلها وشن حملات دهم واعتقال واعتداءات مكثفة وتدعي سلطة الاحتلال أن السبب هو إقدام سكان البلدة على رمي المستوطنين بالحجارة ومحاولة تنفيذ عمليات ضدهم المزيد في التقرير التالي لمراسلنا بشار صغير هكذا أضحت بلدة حزمة في الأسبوع الأخيرة تكنة عسكرية محاطة من كل الجهات إما بجند الاحتلال أو المكعبات الإسمنتية الأمر الذي عطل الحياة اليومية للمواطنين هناك وترد سلطة الاحتلال كل هذه الإجراءات الأمنية المشددة إلى رمي سكان البلدة الحجارة على الإسرائيليين باعتقادي أن الهدف الأساسي هو الضغط على المواطنين الفلسطينيين خنق المواطن عزل تجمعاتنا فلسطينية واستثمار موقع حزمة وبخاصة بالمناسبة الحكومة الإسرائيلية اتخذت قرار بإقامة متنزه للمستوطنين داخل الجذار في أراضي حزمة يشكوها لحزمة من حملات عسكرية يومية تنفذ خلالها قوات الاحتلال عمليات دهم للمنازل واعتقالات واعتداءات هذه الإجراءات وصلت حد سيطرة على هذه العمارة المبنية حديثا ومنهي أصحابها من الاقتراب منها والله اللي عم بصيرها المرة الثالثة بيجعل عمارة هون بيقعدوا مرة قعد أسبوع مرة يومين مرة ثلاثة وبطلعوا بيزعجونا يعني بيضربوا قناة بالصوت بدون إشي وزي ما انت شايف يعني بعيدة عن نقاط تماس نقاط احتكاك مع اليهود مع الشرطة مع إشي يعني مش عارفين لليش بيجو يعني هي نقطة عالي يمكن سكان حزمة ناشدوا الحكومة الفلسطينية لزيارة البلدة من أجل الوقوف على معاناتها إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن الرميت حجرا أغلقنا بلدتك وإن نفذت عملية قتلناك وهدمنا منزل أسرتك هكذا يواجه الاحتلال مقاومة الفلسطينيين له بالعقاب الجمعي سياسة حرمها المجتمع الدولي واعتبرها جريمة حرب لكنه فشل في إيجاد ألية لمعقبة من يرتكبها من بلدة حزمة شرقية قدس بشار صغير التلفزيون العربي أثار حظر لباسي البحر المعروف بالبركيني في بعض منتجعات فرنسا جادلا بين المدافعين عن الحريات الشخصية والداعين للابتعاد عام الرموز الدينية في الأماكن العامة إلا أن مصممة لازيال استرالية أهيدا زنيتي تقول أن البوركيني يلقى إقبالا متزايدا حتى لدى سيدات غير المسلمات لدواع صحية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمسلمات للاندماج أكثر في المجتمعات الغربية لباس البحر المحتشم الذي ترتديه عادة السيدات المسلمات على الشواطئ والمعروف بالبركيني يغطي كامل الجسد عدى الوجه واليدين والقدمين في فرنسا قررت عدة بلديات حظر البوركيني مما أثار موجة سخط لدى الجاليات المسلمة أما في أستراليا فالأمر مختلف مصممة البوركيني الأسترالية أهيدا زنيتي التي تدعي أنها صاحبة العلامة التجارية للإسم أكدت ازدياد الطلب عليه بشكل كبير وأن 40% من الزبائن هنا من غير المسلمات مبيعاتنا زادت أكثر منذ المنع منعه لن يوقف النساء عن ارتدائه أعتقد أن النساء لا يستمعنا للرجال فيما يناسبهن من لباس ونحن النساء نعلم ما يناسبنا من لباس وما يناسب أطفالنا وصحتنا لا يوجد أحد في العالم رجل كان أمام رآي النعونا من فعل ما يناسبنا زنيتي التي تربط في أستراليا تقول أن الهدف الأساسي من تصميم البوركيني هو مساعدة المسلمات في الاستمتاع بالشواطئ وتشير إلى أنها راعت عند تصميم الزي أن يكون ممثلا للحرية الشخصية والنمط الصحي للحياة وأن لا يمثل القمع أو التطرف مدربة السباحة فضيلة شفيق تتطفقه مع زنيتي في أسافها في حظر البوركيني بحجة السلامة ورمز للتطرف أمل أن يتغير القانون قضية السلامة تقع على عاتقنا أمل أن نكون قادرين على تشجيع الفتيات الصغيرات وحتى النساء في ارتدائه إنه لباس مناسب في جميع نشاطات الحياة اليومية وتعتبر زنيتي أن فكرة التصميم الأصلي للبوركيني كان مبعثها التقارير الخاصة بمنع فرنسا للحجاب في المدارس للحد من انتشاره ورغم أن حظر البوركيني في عدد من المنتجعات الفرنسية جاء بحجة احترام قواعد العلمانية إلا أن خبراء يعتقدون أن الطلب المتزايد على البوركيني هو من سيحدد الجدل حوله في منعه بتة أو السماح بارتدائه ويرون أنه لا جدوى من فرض غرامات على من يخترن ارتدائه ختام والنشر شكرا على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر